السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبا عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هنعملها النهاردة مع بعض كده هنعمل الغداء اللذيذ الجميل ده وفي دقايق وحاجات يعني بسيطة جدا ماشي اول حاجة عندي بصلايا كبيرة كده مبشورة جامد في قلب الخلاط او عايزة تبشوريها بالمبشرة تمام ما فيش اي مشكلة خالص سواء في الخلاط او بالمبشرة حاول ان انت بس ايه في الخلاط يعني تدربيها كتير شوية بحيث ان هي تبقى نعمة جدا كده وتنزل معاك العصرة بتاعتها هنحطها في صفية كده ونحاول نعصرها جامد تمام هننزل كل السوائل اللي فيها انا عايزها نشفى خالص اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد عندي كيلو من اللحمة المفرومة تمام هياخد بس نص كمية البصل اللي انا عملتها ما تحطيش بصل كتير للحمة المفرومة لو هتعملها كفتة ما تحطيش بصل كتير والبصل اللي هنحطه احنا عصرين المية بتاعته يعني نعتبر احنا غادين تفل البصل بس حطيتكو زبرة كمون فلفل اسود تواب الكفتة مشيه؟ وشوية ملح طبعا لزوم الحدق بتاعك وعلى قد الكمية بتاعتكم ما تحاوليش تكتري اللحمة المفرومة وتكتر الهاش الملح لانها بتحتق بسرعة عندي اربع معالق كده برغل هبلهم في شوية مية كده مدة عشر دقيق بس مش اكتر تمام هسيبهم على جنب كده مع نفسهم كده يبلوا كده عشان يضطروا معي شوية عندي بقى اللحمة المفرومة بالبصل بالتوابل هحاول اقلبهم مع بعض شوية كده ادمجهم مع بعض بس مش اكتر انا كده كده هلفوم تاني في الخلاط بحس ان انا عايزة الخليط ده يبقى زي العجينة مدام هنعملها كفتة يبقى لازم الخليط ده ما يبقاش مفروق كده لا لازم يبقى ملموم زي العجينة بالزبط هحاول احطها كده في قلب الخلاط هحطها على مرتين واضربها كويس جدا طبعا انا لسه حط البرغ اخل عندي مبلول في المية هصفي جامد من المية اللي في دلوقتي واعصره جامد من المية وبعدين هجيبه احطه على اللحمة المفرومة اللي انا باضربها في كبة الخلاط وهحاول اضربهم تاني كده مع بعض تمام لازم ادمج الخليط كله مع بعضه عشان يبقى عامل زي العجين معاي هساعد الخلاط كده ان انا انزل الخليط بتاعي لتحت واشغل تاني هنشغلها كزا مرة كده عشان خاطر بس الخليط ده ينضرب كويس الاحسن بقى في الكبات دي الكبة اللي بتبقى بتلات سككين او بسكينتين بتبقى حلوة جدا في الحاجات دي بابتدي بقى ايه اعجينهم جامد كده مع بعض كأنك بتعجيني اعجينة بالزبط لحد ما تبقى متماسكة معاك جدا اهو تمام طبعا بقيت البصلينة مش هارميه هنحطه دلوقتي بقى في الصنية اللي هنعمل فاك كفتة نبصوا بعجينها ازاي كأن عجين بالزبط بعجينه تمام خلاص بقيت عجينة متماسكة جدا وحلوة او السائل بقى اللي نزل من البصلة او العصارة بتاعت البصلة حطيت عليها عصير طماطموية وعليها برضو شوية كامون بوهرات تواب بوهرات كفتة وشوية فلفل اسود وشوية كزبر تمام وهلفهم مع بعض كده وهجيب بقى ايه اه اربعة ششتة ووك اللي هي الخلة بتاعت الششتة ووك كده عندك سيخ عندك اه اي حاجة تلف عليها الكفتة اه تمام مفيش اه جبت بقى الاربعة ششتة ووك دول ولفت عليهم سبع الكفتة تمام بحاول بقى ايه اسمج الكفتة كويس جدا على الششتة ووك كده على الخلة قصدي تمام ايه ايه كده وبجيب بايدي اه امشي بس على صبع الكفتة من بره السائل بتاع البصلة والطمط بيديها لون وبيديها طعم جميل اوي من على الوش بره كده لكن لو حطيت السوال دي كلها في قلب الكفتة كده في قلبها هتفك منك ومش هتبقى حلو تمام اهم حاجة جماع انك تسمر الكفتة كويس يعني ايه تسمريها يعني تطبعيها كويس كده على المتخليهاش فيها فجواتها وما تخليهاش يعني سايبة كده من بعضها لا بنمسكها كويس كده ومنزبطها ايوة ومن على الحروف اهم حاجة بصوا ايوة كده تمام ما شاء الله الله اكبر كانت زال فل ومتمسكة جدا وحلوة وجميلة اوي واهم حاجة انك تصبعيها على حاجة يعني ما تسبيهاش كده من جوة مكتومة لا ايوة كده يعني يا دوبك الفجوة البسيطة اللي جوة دي بتديها روح كده في التسويه وبتخليها حلو خلصنا هوت جبت بقى بقية السائل اللي عندي بالطماطن بالبصل بكله وروح تحطا كده زي ما انتم شايفين عندي الفرن والع عالي جدا على درجة حرارة 220 والمروحة كمان شغالة وبدخل الصنية بتاعتها في الفرن هنبتدي نعمل بقى البطاطس اللي هنحطها جنب الاكل بطاطس دي اسمها بطاطس الكابريت يعني ايه بطاطس الكابريت يعني بطاطس العود عمزة عود الكابريت كده رفيع جدا بصوا بقى انا قشرت البطاطسية عملت لها قعدة من تحت زي ما انتم شفتوا كده وبعدين بجيب الخلة وبحطها فيها عشان امسكها بس وبعد كده ببتدي اقطعها بقى صوابع هوركوا دلوقتي الصوابع بتاعتها عملت ازاي رفيع جدا بصوا يعني عملت زي الشيبسي كده بس صوابع جبت مية سقعة جامد سقعة سقعة مية سقعة وحطيت فيها شوية خل واحط البطاطس فيها كده طبعا اهم حاجة عندي عود الخلة ده مسكلك البطاطسية كويس عشان خاطر ما تزحلقش من ايدك تمام ما شاء الله ما عندي مكارونا بطماطم طبعا احنا عملناها مع بعض كتير مش مستهلة ان انا اصورها وعندي الكفتة هي بسم الله ما شاء الله الله اكبر زي الفل جميلة وطرية كده وانت بتكلها جميلة جدا بالفة هانا وشفها يا رب الكل اللي كله يا رب يكون الفيديو عجبك ويستهل منكم اللايك وكومنت حلو كده زيكم وقادي البطاطس الكابريت بس بطاطسة متحمرة جميلة او طبعا والبيبسي بتاعنا ببسي ده بقى اساسي معنا على الاكل طبعا انه غلط والله بس الله المستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايزين تعرفوا تفاصيل الحلو ده بقى هيبقى الفيديو الجاي ان شاء الله اللي بيحبوا كاكة اديق الدرة كاكة اديق الدرة